2022 بي أخبار إيجابية تبعث فينا تفائل بالأخص ونحن نستقبل عام جديد على ذكر 2023 اخبار البيه لول يقول اللي 53% متوينسة يتوقعوا أنه 2023 بيش يكون خير أفضل من 2022 في حين يعتقد 31% متوينسة أنها بيش تكون أسوأ حسب صبر آراء لمؤسسة أمرود كونسولتينج الرئيس المدير العام لمؤسسة أمرود نبيل بالعام في تدخل أمس الجمعة في برنامج ديوين البزنس يقول أنه 88% متوينسة متخوفين من تدهور الوضع الاقتصادي سنة 2029 فيما جاءت التغيرات المناخية في المرتبة الثانية من حيث مخاوف توينسة لسنة المقبلة من بعد نقاة تطورات الوضع الصحي في علاقة بجائحة كورونا وظهور متحورات جديدة توينسة يستنى وينتظر أنه تتحصن المقدرة الشرائية في 23 توفير المواد الأساسية تحسين التعليم الأمن السلامة توفير مستلزمات الصحة والوقاية من الأمراض والحضب من الهجرة غير النظامية وتحسين النقل حسب مظهور في سبر الآراء المهم نحن نخذ منه من الأخر أنه 53% من توينسة يتوقع خدوة خير على الأقل في ظروف هذه الكل نقوله لتوينسة متفائلين وتفاهل ما يكون كين به تونس ثمنا عالميا في تصدير الزيتون هذا مكشف أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة ترتيب للدول أكثر تصديرا للزيتون سنة 21 وين حالت البرتغال في المرتبة الأولى بتصدير 51 ألف تون فيما بعد إسبانيا 27.3 ألف تورناتا والمملكة الأوردونية في المركز الثالث بـ 8.613 ألف تون إسبانيا تتصدر دول العالم في إنتاج الزيتون عام 2021 والإنتاج هو بـ 8.256 مليون تون وإيطاليا في المرتبة ثانية ومن بعد تركيا والمغرب في المرتبة الرابعة الأولى عربيا بإنتاج 1.59 مليون تون البرتغال 1.37 مليون تون والمصر في المرتبة السيتسا بإنتاج 976 ألف تورناتا فيما بعد الجزائر بـ 740 ألف تون وتون 700 ألف وسوريا 566 سعودية في المرتبة العاشرة عالميا وستسا عربيا بإنتاج 3.82 ألف تورناتا الهنين شوفوا اللي كانت الأولى لبرتغال بتصدير 51 ألف و730 ألف تورناتا ونختم بالرياضة منتخب كرة اليد يوتا وجبي لقب الأمم الأربعة الدولية وين المنتخب الوطني لكرة اليد أمس الجمعة 30 ديسمبر تتويج ليه بلقب دورة هذية دورة الأمم الأربعة الدولية الودية بعد فوزه على المنتخب كوريا الجنوبية نتيجة 35 ألف و32 في إطار منافسة الجولة الثالثة من الدورة اللي صارت في بولونيا المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد فاز يوم الخميس على المنتخب البرازيلي 24-29 في اليوم الثاني للدورة وافتتح المنتخب التونسي وليمس الأربعة الدورة بفوزه على نظير البولوني نتيجة 31 و32 هكذا نقوله مبروك للمنتخب الوطني خبير بي